عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة العمل الأولى لمبادرة التنظيم الزاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية بحضور مجموعة من المختصين وأطراف صناعة الإعلام تناولت الجلسة سبل ضبط أداء البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث الجارية وكذلك البرامج الرياضية التلفزيونية والإذاعية إلى جانب الأنشطة الإعلانية الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الالتزامات الأخلاقية في صناعة الإعلام وضمان تقديم محتوى يلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية على مدى 3 ساعات فتحت كل القضايا المتعلقة بالإعلام في البداية طبعا لا أحد ينكر أن الإعلام المصري في الفترة الأخيرة حقق نجاحات كبيرة وأصبح له زراع طويلة في المنطقة العربية وأصبح له كوادر إعلامية كبيرة منتشرة وكل الوسائل الإعلامية في الدول العربية في الدول المحيطة بتستعين بالكوادر المصرية لإنشاء قلوات إخبارية وإنشاء مدن إعلامية وخلافه هذه المبادرة تحدثت عن تحديات اللي احنا بنعيشها دلوقتي في المجال الإعلامي خصوصا في جوانب مهنية مهمة جدا اللي هي التطورات التقنية اللي احنا بنشاهدها والتكنولوجية في مجال الإعلام الرقمي وظهور أدوات الذكاء الاصطناعي وتفعيل استخدامها وتطبيقاتها عملية المناهج الإعلامية وتطوير المناهج الإعلامية اللي بتدرس في كليات الإعلام ده مهم جدا وبالتالي زي حضراتكم كنتم موجودين في إشراق الإعلاميين من خلال بقى اللي جان المصغرة اللي حتم لوضع أولا المعايير ووضع الضوابط ووضع كمان أساليب متابعة المعايير ده وتطبيقها على أرض الواقع اشتركوا في القناة